أرامكم شارك حضرة صاحب السمو شيخ تمين بن حمد الثاني أمير بلاد المفدة صباح اليوم في فعاليات اليوم الرياضي للدولة حيث زار سموه مركز تطوير مهارات كرة القدم التابع لمؤسسة أسباير زون وخلال الزيارة وشارك سموه منتسب أكاديمية أسباير عددا من الفعاليات الرياضية المختلفة المقامة في الملعب كما اطلع سموه على مرافق المركز وعلى الوسائل التكنولوجية المتطورة المستخدمة في تدريب وتطوير مهارات منتسبه رافق سموه الأمير خلال الزيارة وشارك في الفعاليات سموه الشيخ جاسم بن حمد الثاني الممثل الشخصي للأمير وسعادة السيد جياني انفنتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا وعدد من كبار المسؤولين في الاتحاد القطري لكرة القدم ومؤسسة أس بير زون هذا جياني انفنتينو كابتن أمير هذا الشيخ جاسم بن حمد الثاني الله أحفظه ممثل الشخصي يسموه التصويب رائع جميلة نعم نعم نعم